سنذكروا في هذا الفيديو معلومات هامة ومهمة عن نابات النسرين وكيفية غرصه وكيفية الاعتناء به ومنافعه وأضراره حياكم الله متتبعي قناتنا الأزهر والأشجار أينما كنتم أتمنى أن تكونوا بخير وبصحة جيدة وعيد مبارك وكل عالم وأنتم بألف خير اضغطوا على أعجبني فضلا منكم وليس أمراق وحرقوا الجرس يسليكم كل جديد واشتركوا في القناة إن لم تشتركوا من قبل يسمى بنابات النسرين أو ورد الكلاب أو ورد السياج هو نوع من النباتات يتبع جنس الورد من الفصيلة الوردية موطنه الأصلي فهو جنوب غرب آسيا وسوريا الأردن وتعد سوريا موطنا قديما لشجيرات النسرين حيث عرف بفوائده الطبيق والغذائية والعطرية منذ مئات السنين رائحة زهرة النسرين تشبه رائحة التفاح وهو نبات معمر ينبط بريا في الجبال هي مقوسة إلى الأسفل وشائكة وأوراقها بيدوية الشكل وأظهارها مستديرة ومكوينة أو مكونة من خمس ورقات خفيفة وتحتوي ثمارها على بذور صغيرة وشعيرات دقيقة شائكة تزرع شجيرة النسرين لتحسين المناظر الطبيعية وتجميل الحضائق العامة وأصوار المنازل الكبيرة وتشهد الكثير من الحضائق وأصوار الأبنية الحديثة على انتشارها ولا سيما منها ذات اللون القران ثالي الهادي يظهر نبات النسرين في حي زوران وتموز وتظل أظهاره متفتحة منذ الصباح الباكر إلى ساعة متأخرة من الليل وتجذب زهرة النسرين الحشرة بحبوب اللقاح والرحيق على عكس أغلب الظهور التي تنجذب إليها الحشرة بحبوب اللقاح فقط تتكاثر بالبذور التي تحتاج لمعاملات خاصة لإنباتها لها رائحة عطرية قوية ساقها مخدرة وأوراقها ريشية والأظهار فردية أو مجتمعة ومعنى كلمة النسرين هو الظهرة البرية البيضاء الجميلة وتشتهر الفاكهة توق بمستوى عالي من فيتامين جي وتستخدم لصنع الشراب والشاي والمربة وأفضل وقت للتقليم هو أواخر صيف بعد الإزهار عند ارتداء قفازات قوية قم بإزالة الفروع الميتة أو التالفة أو المريضة أو المزدحمة تماما ونبات النسرين الظروف الرطبة ولكن ليست مغمورة بالمياه لذلك من المهم الحفاظ على الطربة جيدة التصريف سواء كانت مزروعة في الأرض أو في أصيص عندما تنمو في الهواء الطرق يمكن ريها عندما يكون صدح الطربة جافة قليلا باستثناء فصل الشتاء بدون تردد سقي ثابت حافظ على رطوبة الطربة لأن الجفاف سيقلل من عدد الإزهار أو الأزهار وفي حالة الجفاف يحتاج النبات إلى الري كل يومين إلى ثلاثة أيام انتبه إلى الصرف الصحي وتجنب قطع المياه خلال موسم الأمطار الشتاء وفترة الخمول لذلك لا بأس من التوقف عن الري بعد ذلك المصنع لا يتسامح مع قطع المياه جدوره تتعفن بسهولة تجنب تراكب الماء عند الري وتجنب أيضا رش الماء على الأوراق للوقاية من الأمراض ونبات النسرين المحفوظ بوعاء يجب سقيه كل يومين خلال موسم النوب الستناء فصل الشتاء سقيه النبات فقط عندما يكون سطح الطربة جافا قليلا في المواسم التي ترتفع فيها درجات الحرارة يزاد تبخر الماء ويكون النبات في فترة ضعيفة وشبه نائمة لمنعه من الجفاف اسقيه مرتين يوميا في الصباح والليل بالإضافة إلى ذلك تجنب التعرض المفرط لأشعة الشمس ويوصى بسقي نباتات الأصص حتى تتسرب المياه الزائدة من قائل إناء تذكر أن تقوم بستسريف المياه الراكدة أو ضع سحنا به حصى أسفل القدر للسماح بالتدفق الماء الزائد بسهولة خلال فترة السكون في الشتاء يجب أن تسقى كثيرا يكفي الماء في كثير من الأحيان لمنع التربة من أن تصبح جافة للغاية ويجب تقليل كمية وتواطر الري بعد الإزهار وأما تسمية النسرين يعتقد الكثير من الناس أو يعتقد الكثير من الناس أن كلمات كلم بمعنى تسمية هذا المصطلح مهين إنها في الواقع الترجمة الحرفية للإسم روزا كانيناء في اللغة اللاتينية نشعل اسم من فائدته حيث اعتقد الناس أن النبات يمكن أن يعالج عدات الكلاب ومن ثمق يطلق عليه وردة الكلب ونسرين تنمو على الساحل الشرقي لأمريكا الشمالية من كيبيك كندا إلى نورت كارولينق والولايات المتحدة الأمريكية وغربا إلى كانساس الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك من كولومبيا البريطانيا وكاندا إلى كاليفورنيا وشرقا إلى يوتا بالولايات المتحدة الأمريكية وأما أفضل وقت للزراعة إذا كنت تزرع النسرين محفوظا بوعاء في حديقتك فمن الأفضل أن تجي داغ موقفا مناسبا به ضوء الشمس الكافي والتربة الخصبة والصرف الصحي الجيد ويفضل أن يكون المكان الذي لم يزرع بأي ورد من قبل قد يزيد الحقل الذي نمت في الورود سابقا من احتمالية الإصابة يمكن إجراء الزرع في جميع الفصول معاد الشتاء أولا أحفر حفرة حجم وادف حجم إناء الظهور أضف كمية صغيرة من السماد الأساسي إلى الحفرق ثم ضع نظام الجدر كرة الجدر في حفرق بحيث يكون التاج الجدر حيث يتصل الجزء الموجود فوق السطح الأرض وجزء الموجود تحت الأرض عند سطح التربا أو أعلى قليلا منه أرضم الترباق واضغط ببطء يمكن استخدام طبق من النشارة العضوية لتغطية سطح الترباق للحفاظ على حرارة الجدر وتقليل نمو الحشائش الماء جيدا بعد الزرع والماء غالبا في الأسبوع الأول لتجنب الدوبول الناجم عن نقص الماء وإذا تم نقل النسري من جزء مية الحديقة إلى جزء آخر ففعل ذلك في الخريف لتجنب برد الشتاء سقين نباتات قبل الزرع بثلاثة أيام هذا يجعل من السال حفر الجدر والاحتفاظ به بعد ذلك أقوم بقص الفروع الطويلة والأوراق الزائدة مع ترك ثلاثة إلى أربع فروع لكل نبات لتقليل الاستهلاك المفرط للعناصر الغدائية وضمان بقائها قلم أي جدور غير صحية متبقية بعد حفرها وإذا لم يكن بالإمكان زراعة الورددات الجدور العارية فورا بعد الشراء فيمكن وضعها ببساطة في حفرة وتغطيتها بالتربة وأكتفي بهذا القدر في هذا الجزء وسيكون جزء تاني إن شاء الله بحول الله وقوته وقبل الختام أريد أن أسألكم هل توجد هذه النبتة ببلدتكم وما تسمونها بلهجتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في لقاء آخر إن شاء الله بحول الله وقوته